في أشاني الأمن وفي إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وإثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ظهر أمس مخبأ للأسلحة وذخيرة يحتوي على قادف صاروخي من نوع أخبيجي سبعة ومسادسين رشاشين من نوع كراشنيكوف وبندقية نصف أليم من نوع سيمونوف وخمسين كيلوغرام من المواد الكيمائية المستعملة في إعداد المتفجرات بالإضافة إلى كمية معتبرة من الدخيرة من مختلف العيارات